اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير ونتمنى انكم تكونوا بخير وبصحة مليحة من انت حان الوقت الحان ووقت الخروج من المتاهة هذا هو الموضوع تعنات عنهر اليوم اللي حبه صح تتبدل غير سمعي هذا الموضوع ونتمنى منكم انكم تبرتجوا هذا الفيديو اللي بزاف اخواتها كباش يستفدوا في الصباح كاي ام جزائرية نض نطقهوان رياح نحط الحواجي تغسلوا هذا استعملته رائعة اقل للملابس البيضاء حطيت زوج اخطوات لانه الوسايد كانت حالتهم حالة خاصة البيض يعني الحويج اللي يكونوا بويد في الدار يتوسخوا بزاف وعدتكم البارح لكن للأسف كان الفيديو هذا واجد برك انه اخي مرض فخلاني نزيد نعود نهضر لكم فوق الفيديو باش نعتذر منكم حبيت نقول لكم لحقتني قبل ما نبدأوا في الموضوع هذه الماشينة على القهوة مع انه لحقوني زوج قبلها ورفضت انه نشاركها معاكم لنقص الجودة لكن هذه بزاف رائعة يعني انا الامي وخويا بشية قهوة بس كامل عيد الله يبارك يحب القهوة لكن شفت باللي بزاف اخوات كانوا يسقصوني على صيك وتاعي وفي لبس مع انه ناقصة ما كانش يعني ناقصة جدا هديك الماشينة وكنت نخاف نوري لكم ماشينة قهوة ماشي بنفس المميزات تاع هديك صيك وتاعي يعني ماشي بين يعني ما تكون كيفها فهادي خير منها هدي نقدر نقول لكم اه مليحة كيفها وخير منها علاش في نقطة وحدة خير منها في في الكابوتشينو هدي تدي الكابوتشينو يا سلام ما شاء الله دير لا غير نسيت شحال قالوا لي الدير دير 21 مياه زوج ملايين ومياه توصيل مجاني لكل ولاية الوطن كامل ولاية توصيل مجاني فيها خمستاش نبار هدي الماشينة تاع القهوة دير كابوتشينو كما يعني تاع المحلات الاحترافية الله يبارك الحاجة اللي عجبتني فيها انه الشكل ديجيطال وبزاف هاي لا يعني بزاف هاي لا هاي لا شوفوا قلت لكم كيمة تعي وخير لها في حويج كانت امي ديما تصقصين تقول لي نشري ماشينة قهوة نشري ماشينة قهوة بسكية من عشاق القهوة وصورتو كي تزعف لازم تركح راسها بقهوة لكن كنت صدقا لانها امي يعني اعز حاجة على قلبي كنت حابة نشوف لها صحة كافيتير لانه مقامها عالي في قلبي شوف لها صحة وحدة مليحة وهدي يعني والله مليحة وفرحت انه لما استعملتها وعجبتها يعني صدقا كيفاش تكمونديوها نخلي لكم رابط في صندوق الوصف تضغطوا عليه تعمروا الاستمارة تعكم وتلحققكم الكافيتير تعكم حتى الباب الدار مجانية حتى الباب داركم ولا تقدروا تكمونديو عبر الهاتف بعدها انا ديرت لها الومي هديك القهوة كملنا وكملت نشرت الحوايش بعدها رحت نجيب بنتي الصغيرة من المدرسة الحنونة التاعي هديك رحت نجيبها وكانت سبحان الله كان الحال في الصباح مليح لكن في العشية تقلب الله يبارك اللهم صيب بالنافعا حاولوا تكثروا الدعاء عند نزول المطر يعني حاولوا انا كينشوف المطر جاءنا من عشاق في صلشيتاء لكن كين نكون دايقة بيا ولا هكا جيني واحد الحالة النورمال وسبحان الله يسبب المطر والله نفرح وفي نفس الوقت نبقى هكا ندعيف الله عز وجل ومبعد رحت نجيب غير بنتي ومبعد عي طولي كان عبد الرحمن شو يا مريد فهزيتهم بعدها زيتهم كامل خرجتهم خرجتهم كامل من المدرسة وجيبتهم عبد الرحمن عندي صحبة معاها كبيرة الله يبارك في المستشفيات في الطباب ديما الله المستعان هذا الغازات تعدول بينا كينقول لكم مكمل غذائي حاليا انا ما كينقدرش نستغنى عليه من الصيف من الصيف ما نقدرش نستغنى عليه لازم نمدلوها كبشيريح هو مكمل غذائي يعني يساعد البطن انه ما تديرش الغازات لانه عبد الرحمن عنده حساسية من بعض المأكولات فالله المستعان بعدها رحت نوجد لكم هادو وش نقول لكم تشيز كيك هذك المكمل الغذائي تاع الغازات الفيديو الجاي يعني رح نهضر لكم مع عبد الرحمن وتسمعوه وش يقول لكم على هذا المكمل يعني حبيت نوري لكم الان هكا تشوفوه بس ح المرة الجاية تشوفوه حاجة يعني ملموسة ماشي برك هذرة رحت ندير الهوم تشيز كيك تشيز كيك كل ما نقضي كما شتولي فيديو اللي فاتت قضيت كل ما نقضي نحب ندير الهوم تشيز كيك لانه يحبوه في نفس الوقت نحتسب بالأجر لله عز وجل هكا هه ذنوبنا بزافة لعله وعسى انه تكون عندنا يكون عندنا جانب مشرق عنا يجب تبيسكوي هذك ماكو رحيتو ونضيف له ستين قرام تاع زبدة مدابة هذي الزبدة واحد الزبدة كيما تعرفوا مرتخوية رحلت يعني ولو يسكنوا في الزائر قرب ليا قرب من بيتي فخلصتلي الزبدة عيتلها بس كي قضيت نسيت ما شريتش في باللي كانت عندي الزبدة وانا نسيت الله المستعان فالمهم المهم عيتلها بعتتلي شوية حي الزبدة هبلتني لكن اقول لكم هبلتني فيها الماء والله ما فهمت الحالة تاعها طارت ما عباش كفاسمها طاتيني ولا حاجة هكذا المهم هبلتني البيسكوي هذك كأنورة كتاع جنيب الماء فتحايلت عليها حتى قدرت نصبطها كامل بعدها بعد ما رحيت البيسكوي ضيفت له زبدة دخلتوا الكوشة اصبطوا مليح في المول ودخلتوا الكوشة مدة خمسة دقائق بعدها رح ندير الكريمة كريمة تشيزكيك ولا كريمة الجبن عندي هنا يستباية تاع جبن سومام نحطهم هما في الاصل تديروا ثمانية ولكن هذي يدير تلتالاف وخمسمية فازيت شوية من الفرماج الخاص بالطلي نخلطهم مليح ونضيفوا لهم خمس مغارف تاع السكر كريمة سائلة ديروا نصف كاس وديروا تلتحبات تاع البيض فانيلا هذو هما وتخلطوهم مليح مليح تتولي لكم كريمية تكون المول تاعكم تكون القاعدة تاع البيسكويت طابت بعدها سيحوا فوقها هذا الخليطة تاع الجبن وتدخلوه للكوشة يطيب على درجة 120 درجة مدة 45 دقيقة او حتى تشوفوا التشيزكيك تاعكم شدوا روحوا بعدها كيطيب لكم تخليوهي ريح بعدها تدخلو الفريجة دار ربع ساعات هذيك هي نتقهوا بيه في العشية لانو حب اليوم ولادين قاعد معاهم مع الخدمة موليتش خلاص نقعد بس كنا موليتش خلاص نقعد المهم حبيت نبشركم انو كين دورة ان شاء الله دورة تكوني مالكة بنسخة جزائرية اللي انا راح نديرها ان شاء الله اتنين نوفمبر اه اتنين نوفمبر عليها نقول اتنين نوفمبر اتنين جانفير بإذن الرحمن راح تكون في درارية اه في مدرسة يورك لوتيوس الفيديوهات المقبلة راح نشارك معكم الهاتف باش تسجلوا اه اللي حبت تحضر راح تكون دورة لكن نقولكم نقدر نقولكم الا حاجة انو راح تكون دورة فريدة من نوعها فيها بزاف فائدات تقدر تحضروا فيها سواء مطلقة متزوجة تخص الجميع جميع النساء فنتمنى انكم تحضروا نشوفكم نتلاقاكم لكن صدقا راح تكون اجمل دورة كما اه الحمد لله ما وعدتكمش جامع وعدتكم بحاجة ولقيتوا العكس لكن صدقا اه احنحكي لكم عصارتي انا خلال ست سنوات اللي عدوا عصارتي انا خلال وين بديت نبني النفسي فهدو الرباح السنوات راح نحكي لكم بزاف اشياء وراح نكون صريحة معاكم وكان بزاف اشياء اللي ما نقدرش نهضرهم لكم هنا لكن لما نشوفكم نقدر نهضرهم لكم هكا جماعة من النساء فما تنساوش ديروا البروغرام بتاعكم اللي حابة تحضر 2 جنوبي بإذن الله عز وجل مدرسة يورك لوتوس في درارية اه وتفاصيل اخرى كل شي كل شي راح نشاركه معاكم بإذن الرحمن فهذه هي طب تيسكيت تعنا ورح نقولكم الناس اللي حابين يخرجوا من المتاهة عبركم علش مقدرتوش تخرجوا من المتاهة هديك لأنه كان نقص حصنا اليقين بالله عز وجل يعني سبحان الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم واش يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء وشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء وصبر فكان خيرا له والله يشهد على صبري والله يشهد أنه أصبت بكسر في قلبي والله يشهد أنه تعبت من داخل فأرى وعندي حسن ثقة بالله عز وجل من اللي بدت طريقي وعندي حسن ظن برب العالمين سبحان الله يعني حتى في أشد ضعفي أقول يا الله أقول يا الله حتى في أشد انكساري أقول يا رحمن حتى في شدة ألمي أقول يا رب أجبر بخاطري فالحمد لله سبحان الله كل ما هكا تضيق بيا الله عز وجل يعني والله ما كانش أرحم من الله عز وجل ما كانش أرحم منه يعني ممكن الناس يجيوا وينصحوكم يجيوا وقول لكم يجيوا وقول لكم أنا هدرانجي كده كده لكن من يتوكل على الله فهو حسبه أنت ما قدراش خلاص ما قدراش تستمري في هذا التعب اللي في راسك ما قدر أحبت تدري برنامج لحياتك حبت تشوفي حياتك صح حيات مسطرة أبدأي أبدأي ما يمسيكوكي نحن معك أنا كنشوف هذه القناة زي نبل جيجلية كنشوفها أسرة جام يشتاه حاجة أخرى والله يشهد على صدق قولي لما بعت لكم اللي شروا لكوليكسون تاعي والحمد لله أكبر حاجة كانوا يهدروها لي أنه زينب بكينة على الرسالة اللي كتبت بغض الناظر على تجارتي وبغض الناظر على عملي اللي أنه تعبت فيه لكن كتبت لكم رسائل خطية بيدي وكل وحدة وكش الرسالة تاعها كتبت كين رسائل اللي أنا نكتبها وطحوا لي الدموع علاش؟ لأنه دائما اللي أبونوا في قناتي نساء مجيوسات على بالي بهذا الأمر اللي صح تقبلوا فيديوهاتي نساء حابين يتغيروا اللي صح يحبوا زينب الججلية اللي صح حابين يحطوا البصمة تاعهم في الأنفس تاعهم مع أزواجهم مع أطفالهم حابين يحطوا بصمة في البيوت تاعهم وفي المجتمع اللي ضغطت على زر أبوني مشي إنها زعمة دافت للمتابعي لا راني فتحت لها بابي طرقت بابي ونقول لك أهلا وسهلا ونقول لك مرحبا للعيب أنك تخرجي من عندنا وما تستفديش ونتحدى أي وحدة في هذا الأمر لأنه من يصدق مع الله عز وجل فهو حسبه وهذا الحمد لله اللي راني نشوف فيه لما نسمع أخوات وما يقوله والحمد لله تغير والحمد لله كده نعم أنا تغيرت الحمد لله فأكد رح ننقل طاقتي وكلنا نتغير لكن أحيانا نضعف علاش لما نشوف بزاف نساء مكسورات لهذا حان الوقت نخرج من المتاهة وحان الوقت أنه نعزز ثقة بالرحمن الرحم احتى الله عز وجل يقول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يقنون أولئك على هدى من ربهم على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وهذا سبحان الله في وصف أهل اليقين والتقوى لازم يكون عندك يقين بالله عز وجل فشرك الدير بما أنه ما يخالفش شرع الله ولازم تكون عندك طيقة في الله عز وجل أبداي اليوم أبداي ركي عيانة ركي فشلانة ركي كرهانة لكي رب عظيم عندك هم كبير لكي رب أكبر من الجامع فقط أسعي أحيانا ما عليش تعبروا على الضعفة أنا تصرالي في الفيديو اللي يفاد كنت في أشد ضعفي كنت في أشد انكساري لأنه وصلت لواحد الطريقة لازم خلاص انتهى خلاص لازم نوضع نقاط لكن بعدها سبحان الله بقيت نقول فقط يا الله وبقيت نستمر أيضا تثبيت العادات لبنات تبتي عادات فيك مش معنى تبتي العادة أنك سبحان الله تول في ريتم في حياتك والله الذي لا إله إلا هو وسبحانه يشهد على صدق قولي أنه قد مارستخطي هذوك العادات قد ما كنت يا مرأة أخرى يا مرأة إيجابية يا مرأة طموحة يا مرأة شفتوا المجتمع اللي دي ما يحكم 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 الله عز وجل لما يكون قلبك مرتاح مع الله فامضي لما تحطي راسك على الوسادة وتكون يمريحها فامضي بس حبيش تلحقي لهذه الدرجة تعالراحة وتعطوه مأنينة وتعطى الضمير مرتاح لازم السعي ولازم حسن الياقين ولازم تبدأي دائما نقول لكم حطوا يدكم في الدي ولنتوكل على العزيز الحاكم حبيت نقول لكم جامي تسمحي أنه دمعت طاحلك من عينيك على جال ناس دفها على جال ناس برك حكا تهدر جامي تخلي قلبك مكسور من ناس ما عرفت ش قيمتك مشي أنت ما عندك ش قيمة الناس تشوف لك بنظرة سيئة لكن انت لك قيمة ولك يا رب رحيم ويكفينا فخرا أننا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم نخليكم على خير وأسأل الله عز وجل أنه نتلاقيكم في يوم 2 جنفي على خير رح نستمر معكم في فيديوهات رائعة في اليوتيوب بإذن الرحمن نحبكم ونتمنى الفيديو الجاي نلقاكم في أروح حالتكم والسلام عليكم